السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا افتح بيننا وبين القوامنا بالحق وانت خير الفاتحين بعد فضيحة طارق رمضان وانقاره لمدة سنين تهم الارتصاب اللي موجه له واخيرا اعترف بانه مارس بدون ارتصاب مارس بالرضا طارق رمضان حفيد حسن البنة يطلع بعد منها تسريب لزوبع الحيحان وهو بيكلم الحجة تعرفش الحجة دي بتاعته بالزبط وبيوريها اللاموارزة وبيشوف برضو اللاموارزة بعدها يطلع عن كلي الدوحة او عبدو ترتب وتطلع تسريبات والعاطفية والجنسية الموضوع ما ينتيش على كده لأ كمان محمد بي ناصر يطلع له تسريب جنسي فاضح تسريب محمد ناصر من رقم تم التأكد من داخل تركيا انه يخصه تسريب وسر ما يتخيرش ابدا عن التسريب اللي فات اللي زيناه بس احنا مش هنزيعه النهاردة لان احنا مش هنتخصص في الفضايح والعرف ده احنا بس هنتكلم على الموضوع من وجهة نظر الشات بتاع محمد ناصر بنسبة تسعين في المية حقيقي مية في المية اللي لم استغرب له هو انت ازاي واحد في السن ده وبتشتغل تاكست شات لمؤخذة يعني هي ايه ده انت قعد في تركيا يا راجل ولا عشان هما اليومين دول قفلين بيقوتوا الضغارة بسبب الكورونا الرابط بقى انه دايما كل اللي موجودين بغضوا لو دورتها لئهم حتبص تلاقي الكل واحد فيهم فضيحة ودايما تلاقيهم كلهم بيتلموا وبيحاولوا يداروا على بعض ويرقعوا البعض دول اللي بينزروا علينا احنا انا ما عنديش مشكلة على فكرة في الحياة الشخصية بتاعت كل واحد لانه كل واحد فينا عند وحياته الخاصة وهو حجر فيها وانا عن نفسي واحد زي زي كل الناس بعمل الغلط وبعمل الصح ويوم ما تتمسك علي حاجة زي كده لازم احط راسي في الارض وبقول انا ااسف ومش هعمل كده تاني مش هطلع عكابر واجزي وادلس وقول لا ما حصلش وانا عملت وانا سويت ولا مش انا ولا مش تليفوني ولا مش موبايلي والكلام ده ليه احنا ليه بنركز على الحاجات دي مع انها حاجات خاصة زي ما انا بقول من شوية احنا بنركز على الحاجات دي انه اللي يهمنا مش بس الفعل ده الفعل ده اللي بيعمله بيقف قدامك وبينظر عليك وبيقعد يديلك في معلومات اما هو زي نفسه في حياته الشخصية بني ادم غير سوي ولما حد بيتعقد لحياته الشخصية وبيطلع له فيها فضايحه بيطلع يكزب ويدلس فما بالك بالمعلومات اللي هو بيقولها طبيعي ايش ضمنك انه ما فيهاش كمية اكازين البني ادم الغير سوي بالمناسبة ما بيبقاش غير سوي في نقطة واحدة بس يعني ما تلاقيش مثلا واحد بيشرب مخدرة هو عيبه الوحيد انه بيشرب مخدرة لا بتلاقي في حاجات تانية معاه سلو كموشين ايه الطويلة ايه اللي تقدم في الكلام في حاجات كتيه نفس الحل بالنسبة للموضوع ده اللي بيستحل النفسه انه يعمل علاقة بالشكل ده غير مشروعة انا مش بتكلم على فكرة انه واحد بيحب واحدة انا بتكلم انه واحد بيعمل علاقة خارجة غير مشروعة ولا هو من حقه ولا هي من حقها ده بيستحل النفسه برضو انه يطلع يدلس ويجذب على الناس خاصة لما نبص على واحد زي محمد ناصر واحد زي حمزة زوبة واحد زي معتز مطر الناس دي كانوا في مصر مغمورين الناس دي كانوا في مصر محدش عرفه طالعوا تركيا واشتغلوا بالدولار ومعروفين وملء السمع والبصر بص على محمد ناصر لما كان موجود في مصر وبص سنته المكسوقة اللي قاعد سنين طويلة مايفكرش يغيرها بص شكله النهار ده بقاعمل ازاي بص حتى استقيل لبسه بقاعمل ازاي الفلوس بتغير النفوس وعلشان الفلوس الناس دي عندها استعادات ان هي يتبيع نفسها وتبيع كرامتها وتبيع شخصيتها للي يدفع اكتر واللي يدفع اكتر قاعد في الدوحة السفيه الحاكم الاسمي لدويلة قطر بيدفع كويس والناس دي بتشتغل كويس على قد ما بيدفع لها كويس ولكن ربنا بيسلط ابدان على ابدان علشان كده بيتفضحوا بيقع واحد ورا واحد راس الحربة كبير عن تلي الدوحة ترتر الحيحان ما كانش حد ابدا يتخيل ان تطلع له فضيحة زي دي وما كانش ابدا حد يتخيل انه يطلع علشان ينفي الفضيحة فيأكدها على نفسه ويخسر ناس اكتر من الناس اللي خسارها لمجرد ان اللي فضيحة اتناشر انت بالنسبة لي لما تكون بتعمل حاجة غالطة لا ممكن اعدها لك اسمها خطأ واحسبك على ربنا لكن لما تطلع تجذب علي عشان تحلل الخطأ اللي انت عملته ده او تكدبه او تبرره ده كده كدبت علي طب تعالى بقى هو انت كدبت علي فيه قبل كده وبعدين في حكمة بتقول ان اللي بيجدب مرة بيجدب مليون مرة وان اللي بيقدر يجدب وبيستحل الكذب ده بيكون مبدأه الكذب والتدليس فهو ده مبدأه في كل الكلام اللي بيهولة خاصة ان احنا الناس دي كلها اشتغلنا عليها وجبنا لها فيديوهات بتجذب فيها وبتدلس فيها وبتستعين بمصادر كذبة علشان توصل لك وجهة النظر المعادية لبلدك علشان تخليك تسخن على بلدك وتسخن على قيادتك وتنقلب عليهم او تفكر ان انت تنزل تعمل طاورة ضدهم علشان خاطر تهز اركان البلد علشان توقع البلد علشان الناس دي ترجع تاني راجب حصنة وتقول لك احنا اللي حرجع البلد سليمة تاني بعد ما خلوك انت تخربها انت مش بتخربها عشان تصلحها لانت تخربها علشان تسلمها لهم علشان هم يقول لك احنا اللي حنصلحها القصة مشروع كبير وفي ناس كتير جدا مشتركة فيه واي حد منهم ما بنصدق انه يقع بنعلم عليه وبنفضحه علشان نخسره جزء من جمهوره ونضرب مصدقيته قدام جزء من الناس فلما يكتروا بالشكل ده لما نمسكهم واحد ورا واحد ونقول طريق رمضان ونقول سوبع ونقول محمد ناصر ونقول عبدالله الشريف قال لا دي الياغمة كلها بقى كده بقى ده دول اللي اتفضحوا وملل لسه ما اتفضحوش دول كلهم في بعض سبالة اجدع واحد يتعامل مع الناس دي هو محمد علي وقت ما عارف انه هم سبالة خلع وقال لهم مش عايز اعرفكم تاني تخيلوا محمد علي اللي كانوا بياخدوه وبيدخلوه في وسطهم وبيحاولوا ان هم يعيدوا تنجيم نفسهم على افاة لان هو اللي رجع لهم الباريك تاني لفترة معينة والفترة قصيرة لما لقاهم سبالة قال لهم لا انتوا منسك او انا منسك تخيلوا بقى الناس المغيبة اللي قادة بتتفرج على الناس دي ومصدق اهم وفاكريني ان الناس دي كل اللي يهمها الحق والخير والجمال بينما الناس دي كل اللي يهمها هو نصهم التحتاني والدولارات اللي بتتحطي في البنك كل شهر هما لو مسكوا عندنا حاجة في مصر وعندنا الدليل صورة اللوة اللي تقتقل حيحان مسدق انه اردها فاحنا كمان اللي حيقع في ايدينا مش هنسكت عليه ومش هنسمي عليه انجوه يا محمد يا نصر اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته